بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ومع درس جديد من دروس التربية الإسلامية الدرس التاسع صلة الرحم مفهومها هي الإحساد إلى الأقارب بكل أنواع الزيارة وكل أنواعه من زيارة ونفقة وخدمة وغيرها حكم صلة الرحم واجبة بالإجمع حكم قطع صلة الرحم هي معصية فعن عائشة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله وعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع مفاسد قطع صلة الرحم قطعة الرحم من علامات فساد الزمان وقرب الساعة حرمان من صلة الله ورحمته قطعة الرحم إفساد في الأرض مؤذين باللعنة تعريض تعريض النفس لعذاب عاجل قطعة الرحم من أسباب رد الأعمال مانع من نزول الرحمة وقابل الدعوة قطعة الرحم من موانع دخول الجنة ثواب صلة الرحم صلة الرحم من الإيمان فعن أبي هيرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصر رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري صلة الرحم سبب للبركة في الرزق والعمر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه صلة الرحمي سبب لصلة الله تعالى وإكرامه عنائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله صلة الرحمي من أسباب دخول الجنة فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فوائد صلة الرحمي تقول الروابط وتوثق درجات القرباء تؤلف القلوب وتبعد العداوة والبغضاء تبارك في الرزق وتزيد في العمر أصناف الناس في علاقاتهم عندنا الواصل هو الذي يصل في كل الأوقات والحالات سواء قطعه الناس أو لم يقطعه المكافئ يرد الصلة بالصلة ولا يصل من قطعه تأتيني آتيك؟ لا تأتيني؟ لا آتيك القاطع هو الذي لا يصل رحمه تماما نفع الله بكم وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر